مرحبا بكم شباب كيف الحال؟ معكم انا اسمو الشيخ العربي فيديو جديد فورتنايت توريز زومبي نستعرض الحسابي الشخصي وعندي أكل أسلحة توريز زومبي ننطول عليكم الفيديو وخلونا نبليج متجر شيخ العربي المتجر الخاص في القناة أكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت توريز زومبي ترابات توريز زومبي حسابات توريز زومبي القديمي اللي بيعت في بكس وبالإضافة لحسبات باتل ريال فل اكس مع الايميل أي يعني بعد عملية الشراء بتسلم معلومات الإيبك ومعلومات الإيميل رابط المتجر موجود في وصف هذا الفيديو إذا حابت دعمنا كود الأيتم شوب كود الشيخ أسل إيه وفعلاً بساعد الدعم يا عيال تورو الزومب والإكبار عليك قليل فأي شخص بستخدم الكود بدعمنا فشكراً له من القلب أسلحة تورو الزومب في الأسلحة القوية أسلحة الميثيك وأسلحة الحزم فعلياً عندي كلهن فلنروحنا إياكم للأسلحة كل الأسلحة في الأحداث السابقة اللي نزلت والأسلحة الجديدة اللي نزلت آخر إشي اللي هو آخر سلحة شفنا عنا اللي هو البلازماتيك من التشريب من ستورو طبعاً للعبة وفي أسلحة كلهن مطور يعني نص تقريباً ولكن في أسلحة مش مطورهن يعني مثلاً زي هذا السلح ما بطوره شو بدي فيه هذا السلح مطوره فيه له نسخة يعني في حتى في هندي أسلحة فيهن أكثر من نسخة فأي بشكل سريع الأسلحة لكل الموجودات عندي ولا أسلح ناقص مثلاً ابدأ اجرب سلاح جديد برح أطوره برفعه بعمل بعامل عندي ولكن بالنسبة لكل الأسلحة هاتولة زوم في كل الموجودات عندي الإضافة كمان مش بس هيك مش بس أسلحة الحدث في أسلحة الحزم فإحنا بنتلاحظ ان إن حنا بياكم في الحزمة الـ فيها سمجي أو سوري الأوت لندر فيها سمجي كونسراكشر فيها الشوتغان وكمان النينجا اللي فيها السيف وبالإضافة إلى نسخة الألتمت اللي فيها السكار النكترنو المفروض ان ان شاء الله سوبر شارج الجاي راح ارفع سكار ريفل 1440 لانه اسطوري صراحة اسطوري كمان مش بس هيك بالاضافة اسلحة الحزم اسلحة الحزم اللي هو الكترو شولك بلس ريفول هذا اسلاح حزمي راح حط صورة الحزمة قدامكم هي نزلت زمان وكان الحزم زمان تبون تور الزومب الجديد يعطيناك اسلحة صح انه ما فيه بركات جديدة ولكن شكل بيكون موجود وهي حزمة الدوب ما نعطونا البابا بير اللي هو نسخة عن تب تايب رايتر او التوميغان المعروف ومنعنا مراجعة كاملة في القناة بالاضافة لحزمة الساموراي الساموراي بجماحة سبير فهي السبير موجود هنا السبير كمان هو عن الريسكن عن السبير موجود في اللعبة ولكن كشكله انه حصلنا بالاترابات كل الاترابات عندي ولكن في بس القطع الوحيدة نقصيت نصلا باللعبة والصعب حصل عليه الآن التراب الريسكن عن الول داينامو راح اشوف صورة التراب قدامكم ما بقدر اصانع الحزمة مش موجودة عندي هاي هي شكل الحزمة هاي الوحيدة نقصيتني فقط في توري الزومبي بالنسبة للشخصيات اللي عندي عندي طبعا كل الشخصيات واذا كان فيه ناقص منهن بقدر اطلع بالسوبر شارج اعتقد ناقص واحدة واثنين موجودات في الكوليكشن بوك اللي اني تبعوني تذيب او اشي زي هيك ولكن كما باك كل الشخصيات الموجودات طبعا كل الشخصيات الميثيك موجودة والشخصيات الميثيك جدا مهمة لاني بعطيناك تيم بيرك في توري الزومبي فلازم تحصل عليهم كلهم بأسرع وقت فأفضلش الهيرو سوبر شارج الكارد انك تطلع الشخصيات الميثيك شوف تيم بيرك بالدكيات شوف اي شخصيات الميثيك وتطلعوا وتطلع الشخصيات حتى عندي ري سكن اخرى لان اخر فترة اتذكر اخر سكن نزل عنا وهو المات كاب وعملنا عنه مراجعة على القناة فيك تشوف الفيديو مش قوي كثير الشخصيات يعني حركة الفيديو عليكم في الديفندر شوفوا الحساب ببين قوي او ضعيف في توري الزومبي من الديفندرات الموجودة كيف يعني يعني الديفندر شوف هذا الديفندر هاد فيه 2 توري الزومبي مش اقوى واحد ولكن قوي الاقوى واحد لازم يكون زي هذا자طلعوا فيها توري الزومبي ما ايها 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 فيو من توري الزومبي من توريовых هادول هذول اثنين الASHブ ramp والهيلث دائما نثبتات لازم على الاقل يبكى 고� rigorous do spеть الديفندر يكون للشيد او للهيلف. فزي هيك في اثنين فيير ريت قوي ولكن اذا انت حسابها قوي قوي لازم يكون عندك من كل نسخة ثلاثة فيير ريت يعني نسخة الاس ام جي والاصل ثلاثة فيير ريت نسخة شدقن ثلاثة فيير ريت سنايبر ثلاثة فيير ريت. على الاقل واحد فقط. لانه فيير ريت من اقوى البركات الممكن تلكها على الديفندرات. بيفرق معاك كثير صراحة بداخل فهي الديفندرات الموجودة في عندي هذا قوي. هذا في واحد فيير ريت تعبان. هذا طورت اعتقد كان عندي مهمة دعملها. وهذا مش كثير قوي فيه اثنين فيير ريت يعني جيد. احسن من انه يكون بس واحد فيير ريت. وهذا فيه اثنين وبين فيير ريت. فركز اواش يكون اثنين ثلاث اثنين ثلاث افضل اشي اثنين جيد مكبول. في كمان هذا في اثنين. حتى الابك ممكن يجي فيه ثلاثة فيير ريت. واحد للهيلف. يكون البرك الرابع للشيلد بس محظوف. فممكن تنتبهل كلها هاي لان انتو عادي اصلا ابك للجندرة في الديفندرات بس بيفرك معاك الدم هذا فيه ريلوود لسنايبرة التالكة واحدة في ريلوود ممكن ثلاثة اثنين او ثلاثة ريلوود يكون اسطوري الكلكشن 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 صراحة بعد ما انزل تحديث من تقريبا اربع سنين لما شاله البي بكس منه بطل تطور فيه صراحة على الرغم ان عندي شخصيات هاي ممكن احطها هاي واطور يعني بس انا ما بدي احطه لانه انا جوازي بعطيهن خيسات كان زمان كنا زمان نطوره ونرفع الليبنات عشان البي بكس اللي بعطيه بلكن بشكل عام من ذولة من ايام التطوير القادم مش كثير من ركز انا على الكلكشن بوب فليفلي فيه متين وستين تقريبا اخر شي الريسورسيز الريسورسيز من قوة يعني الهيستوري تبعك في طور الزومبي كيف فعدد مثلا الكتب الاسلحة عن الوبن الفينتشرهاد بترست كل سيزون انا خاتم الفينتشرهاد على رغم اني سحبت كثير على المغامرات ولكن هذا نظر المغامرات والكبل ختمتين اكوى اشي عندي اللي هو البركات هاي ايام الكلتش نزل زمان الناس الاجي في طور الزومبي كانت تذكر كلتش البركات فغنينا منه اللمات الصغارة عندي هذول بخلينا الذهب لانه بعتين الذهب وهذول كيف تحصل عليه؟ إلعب مهام الدفاع دراع العاصفة او ساعد ناس في دراع العاصفة بتحصل على اللمات الصغيرة ومن اللمات الصغيرة بعتنك ذهب في ناس سألونك افضل طريقة انك طلع ذهب في طور الزومبي هيرو اكس بي 252 مليون بركات خضر تيكت هذول بترست لكل حدث وبعتنك فيه اللمات بركات زروك الذهب عندي 89000 ومثلما كلنا افضل ترك للذهب عن طريق اللمات الصغيرة تيكت الاكس راي تيكت هذو تيكت تحصل عليه من المهام اليومية فجيد يكون عندك دائما منه موارد تطوير ستوم شارد نقاط المطر برك في كارورا وعين العاصفة بركات الايبك الوبن سوبر شارج انتبهت انه عندي 6وبن سوبر شارج والله الان انتبهت شوي بس انه عندي سلاحين صح والساف هاد اوكي نايس هنطور الاسكار الاسود فيهن مياه هس انتبهت اكون دحايا ولا فره مش هنطور الاسكار لنكترنه جيد وبن ريسيرتش باوتشار لمات وليجندر فلاكس جدا مهم لازم يكون عندها خلقة الالف الهيرو سوبر شارج مش كثير مهم والهيرو ريكلومنت باوتشار هذو الناس الاجداد دائما ركزوا علينا عشان تطلع شخصيات قوية من الكوليكشن بوك كيف ممكن تحصل عليهم للعب الفينتشر باوتك كل فينتشر او كل سيزون مغامرات باوتك ثنتين هيرو سوبر شارج والكوري بيرك اشان نعمل مراجعات للاسلحة اذا اسلاحة مثلا البرك تابعه تعبان ممكن نغير البرك تابعه على الكوري بيرك فعشان هيك ما احتفظ فيهن للفيديوهات لليوتيوب وهيك تكريما وصلنا هاية الفيديو ان شاء الله الفيديو القادم عن الحزم اللي جاي رح تنزل حزمة كايل فاعتأكد اليوم اخر يوم للنيتشرا الكنسراكتر باك الى التوري الزومبي او اسلحة على التوري الزومبي بس بنزل شخصية البيس كايل وانا من عشاك شخصية البيس كايل في التوري الزومبي فاحتمال كبير اشتري الحزمة ان شاء الله براك ما هيك رح نعمل على انا فيديو كامل ان شاء الله ولا ما تنزل على اليوتيوب هيك تكريما وصلنا هاية الفيديو بسماء